بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة تنتمنى اللي تشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنتمنى لكم حد سعيد في كل الأمور إن شاء الله أحبابي غادي نحطوا واحد الوصفة خاصة بالقبول الناس اللي ما عندهم شقبول الناس اللي دائما محتارين في ظهرهم هاد الوصفة زوينة الناس اللي تكونوا ما عندهم ش الظهر دائما واحد الأخ تقول لك حطوا لنا وصفات دي القبول حطينا بزافة الوصفات دي القبول ولكن بغيتي آيات آيات تنحطوهم بزاف على عشوب تقدري تاخد غير الآيات وتحطهم على ماء الورد أو ماء الزهر أو على البارفان ديالك أو على أي حاجة ديالك وغادي إن شاء الله يكون عندك إن شاء الله قبول إذا الناس اللي ما عندهم شقبول الناس اللي دائما تحتروف قبولهم ما تكونوش عندهم حد ولكن بعد الأحيان تكونوا العوارد هما لحاجبين هدك هدك القبول على الناس تكون عندك العارد تخسر لك وجهك تيخليك غير مقبولة كلامك كلامك غير مقبول مع الناس فيما مشيتي تكوني منبودة لأنك عندك عوارد العوارد هما ديالسحر هما اللي تخسروا السعب أما العين والحسد هدوك تديروا التابعة تديروا مشاكل أخرى أما السحر التجديد اللي تدراسه دائما عندك تجديد السحر دائما تكون إنسان ما مقبولش مع الناس وذيك العارد تيخليه بعيد على الناس باش دائما يستفرد به ويخليه تيهم معاه ودائما موقف لي حاله مع الناس موقف لي حاله في العمل موقف لي حاله في كل الأمور مرة مرة تنود عنده الصداع ما تيفهم واله أو تتكون عنده مشاكل لا تحصى إذن البنت اللي عندها خطاب تيجو العتبة ولكن ما تشوفهش فيها تشوفه فيها غير الحرام أو تشوفه فيها غير خارج المنزل فقط أما الزواج ما تيدخلوش العتبة وحتى اللي جاء النهار اللي يجي الخطبة ديالها تيكون عندها نفور إما هي ما تبقاش تبغيه ولا هو ما يبقاش يبغيها يشوفها بصورة أخرى حتى الولد توقع عليه بحلقه حتى الولد تيكون تيكون عنده واحد المشكل إما يمشي عند العروسة من بعد ما يبقاش يبغيها هو اللي ما تيبقاش هو اللي سيرفض هو اللي ما تيبقاش يبغيه أو هي ترفضه إذن هاد شي كل شي من العوارض من المشاكل ديال ناس ناس شريرين ناس خيبين ناس لي ما تيخافوش الله تيبغيه الناس لأنه عندهم نفوس أما ربسوا تديروا يديهم في يد الشيطان وتوليهم شياطين الإنس عليهم اللعنة بلعنة الله ولا يفلحوا الساحر حيث أتى الساحر ما تيفلحش ولو يفلح ما تيفلحش وحد نار غادي حط كل شيء وغادي يصيبوا وحد المصائب لا تحصى سبحان الله إن مع العسري يسرى إن مع العسري يسرى لابد ربي غادي ياخد الحق وغادي يكون معكم الله سبحانه وتعالى لأنه احنا هضرنا على السحر سبب السحر علاش البنت تكون منبودة وعلاش البنت تيصيبها المشاكل ديال النفور السحر النفور اللي تيولي عندها دائما تيكون عندها ديما تتحس براسها إنها بوحدها وفعلا هي عزلات راسها للناس دائما غادي تبقى بوحدها إذن عندنا السمسم أو جنجلان اللي غادي نحيدو به وحط طاقة النحس وغادي نجلبو به قبولنا عدنا جنجلان أو السمسم السمسم هادي ثلاث دراهم ديال السمسم غادي إن شاء الله غادي نجيبوه وبالنية بنية ديال هاد الغرض بغيت القبول بغيت نديره قبول بغيت ندير القبول ديالي بنية طرد هذك النحس اللي عندي أو النحس أو العوارد اللي عندي بغيت أنني نفتح الباب ديال الخير باش تنا نزدهر نشوف الناس البنت اللي ما مخطوباش يلو بيجيب لها جيب لها الخطيب عندها مشاكل ولو المرأة تكون عندها مشاكل مع الزوج ديالها غادي تدير هاد الوصفة لأنها رائعة وأكثر من رائعة إذا السمسم هدي ثلاث دراهم غادي تجيبيه يكون نقي غادي إن شاء الله تبيتي حدا الغرفة ديالك حدا راسك غادي ترشيه بالريحة ترشيه بالريحة حطي حدا راسك قريب قريب في أنت تنامي إلا كنتي إلا كنتي عندك سرير حطيه تحت السرير أو في جانب السرير أو الإنسان اللي ما عنده السرير غادي يحطو على جنب جنبك ليمن أو بلاصة اللي بغيتي تحطيه حطي حدا رجليك أو حدا راسك المهم يبقى في الغربة ولكن قبل ما تحطيه خاصة تقرأ عليه هاد القراءة القراءة اللي غادي نقرأ عليه إن شاء الله بحول الله وقوته غادي نقرأوا صورة الواقعة صورة النجم صورة الرعد صورة النجم صورة الواقع غادي نحطو هذه الآيات للقبول آية القبول غادي إن شاء الله غادي ناخد هذه الآيات إن شاء الله وزيناها للناظرين بعدد السنين ديالك العمر ديالك شحب السن ديالك ولد ولا بنت عادي غادي تبخري غير في المقلع أو في الفحم عادي غادي بحول الله وقوته نقرأ وزيناها للناظرين بعدد السنين ديالك عدد السنين ديالك بعد ما تقرأي هذوك الصور إلا ما قدرتيش تقرأيهم حطي البرتابل حالك حطي البرتابل على نية تحطي هكا البرتابل وتخليه يقرأ عليه الصور اللي قلت لكم إذن ثلاث صور ضروري تقرأهم بالنية وكلهم مزيانين اللي فيطردوا التابعة يطردوا هاد تعسير اللي عندك وجلبي قبولك سمحان الله وزيناها للناظرين بعدد السنين ديالك كانت عندك عشرين عام كانت عندك ثلاثين عام غادي ادريها عدد السنين ديالك وألقيت عليك محبة مني وألقيت عليك محبة مني لك كان عندك شخص محين غادي إن شاء الله نحطه معي وألقيت عليك محبة مني يا فلان ولد فلانة وغادي إن شاء الله بحول الله وقوته غادي تخذي إما مبخارة كهربائية وإما تخذي الفحم وإما مقلات ولكن المقلات تجمع المحروقات وتلحوم في مكان عاشب بعد ما نقرأ عليهم غادي الرش البارفان ديالي في هات جلجلان رشو حتى نبلو قبل من قبل ما نبدأ نقرأ عليه غادي الرشو مزيان ونخليه نقرأ ونفت نقرأ ونفت نقرأ ونفت عليه حتى نكمل قراءة إلا كنت غادي نحط البرتاب نحط البرتاب نخليه يقرأ عليه حتى يكمل ولكن الآيات اللي بعدد السنين ديالك وزيناها للناظرين وألقيتوا عليك محبة المني بعدد السنين ديالك ونفت نفت كيني الناس اللي تحطوا بخور بخور عليه تحط عليه بخور بحلكة هاد البخور هوا تحطي بعد شيء قليل بحل هاد القطعة بحل هادي تحطيها وتتخلطيها معاه وتحطي إحدى راسك يبات ليلة كاملة ليلة كاملة على نية على نية أنك بغيتي تأخذي هادك الطاقة الزوينة إن شاء الله بعدما تقرأي غادي سحب لك هادك الطاقة الطاقة النحس اللي عندك في الغرفة ومن بعد غادي بدي تبخر به مدة أسبوع مدة أسبوع نتبخر ما بين الظهر والعصر ما بين الظهر والعصر إما مع الصبح إما حتى مع المغرب حتى مع العيشة الوقت اللي يكون عندك وجيتي من العمل غادي ينتبخر ما عندوش وقت لأنه مكوّر رائع الناس اللي عندهم نحس غادي يطحنوه يطحنوه في مطحنة كهربائية وغادي إن شاء الله يحاولوا يديروا معاه ماء الزهر ويديروه في السطل مع الماء سخون ويدخلوا يدوشو لأنه هو تحيد ذك النحس اللي تيكون عندك على سبب السحر أو العين أو التابعة كينا المرأة اللي محرومة من الإنجاب كينا تغتص فيه رحم ديلها على أسس أنه بعد العوارد تحيدهم هاد سمسم هو زرعة الكتاب بعد ونعطيكم بعض الوصفات ديلهم إذن إن شاء الله بحول الله وقوته غادي تديروها وتبخروا مع ريوسكم البنت اللي بغاة تهز شوية تديروا بابي أليمنيوم وتهزوا على أسس أنها بغاة لقوبول ديلها تديروا واحد شوية وتديروا ما بين حمالة الصدر أو شقها الأيمن إذن الوصفة ديالي بينها ورائعة وأكثر من رائعة حاول غير تديرها بيقين ويكون عندك تقا في لا أولا وفي قراءة القرآن أما العشباء غير سبب من الأسباب حطوها لأنها رائعة زوينة في جلب القبول إذن ديرواها وتوكلوا على الله وما تنسونيش بلايك والدعم والبرتاج وإلى وصفة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر